تمر حملة الانتخابات الفرنسية في يومها الأخير بأجواء مشحونة بعد تقديم إيمانويل ماكرو المرشح المستقل للرئاسة الفرنسية شكوا قضائية ضد منافسته مارين لوبان واتهما إياها بنشر أخبار كاذبة كانت المرشحة اليمين المتطرف قد قالت خلال مناظرة تلفزيونية مع ماكرو إن منافسها يمتلك حسابا بنكيا لم يفسح عنه في جزر البهاما الأمر الذي نفاه ماكرو لمزيد من المتابعة ينضم إلينا عبر الهاتف السيد فيصل بن جلول الكاتب والمحل السياسي من العاصمة الفرنسية باريس سيد فيصل مرحبا بك الأمر بدأ وكأنها ملاسنات شخصية بين ماكرو ومارين لوبان إلى أي مدى يمكن أن يؤثر هذا الأمر إن كان حقيقيا على سير الانتخابات والتأثير على الناخبين سيكون له تأثير محدود كان يمكن أن يكون له تأثير أكبر لو جرى في بداية الحملة الانتخابية لكن اليوم أظن بأنه تأثيره محدود خاصة أن الفارق بين الطرفين بلغ حوالي 12 نقطة حتى الآن وبالتالي أي مناورة من هذا النوع قد تكون مضرة لما بعد الانتخابات أكثر منها خلال الانتخابات حول أصداء هذه المناظرة أستاذ فيصل البعض كان يقول أنه حتى وإن كان الفارق يبدو كبيرا كما ذكرت حضرتك لصالح مرشح حركة إلى الأمام إيمانويل مكرون لكن ماريلو فان تبدو صاحبة لسان أكثر فصاحة صاحبة تمرس على مواجهة الكاميرات صاحبة لغة خطابية سياسية أكثر مقبولية من إيمانويل مكرون إلى أي مدى كان هذا الأمر صحيحا وأثر كذلك في سير هذه المناظرة يعني استخدمت كل هذه الوسائل ولكن تبين من استطلاعات الرأي أن هذه الوسائل لن تكون فعالة وأن العقبة الكبيرة في خطابها كانت أنها لا تملك برنامج رئاسي يستدرج ثقة الناخبين الرأي العام أو ثقة القسم الأكبر من الرأي العام بدأ في خطابها أنها تستميل أنصارها أكثر من أي شيء آخر وتشد عضبهم وبالتالي المشكلة بالنسبة إليها كانت وما زالت صورتها في الحكم وما ستنرفزه بالحكم عندما تتحدث ماريلو فان بداية بخطاب يميني مفهوم بخطاب شعبوي أكثر فتقول أن مسألة الخروج من الاتحاد الأوروبي ستكون مسألة وقت وستطرح الأمر لاستفتاء لكنها بعد ذلك تعود للقول بأن ذلك ليس أمرا حتميا هذا يشير إلى مرونة من قبل أهل السياسة ولا يشير إلى تراجع واهتزاز في الرؤية أصلا؟ ليس اهتزاز في الرؤية هذا سبب تكتيكي لأنه تحالفت مع سيد نيكولا ديبون انيون وهو يميني معروف ولديه حوالي أكثر من مليون ناخب في الدورة الأولى كان وكان عليها أن تعجل خطابها قليلا لأنه هو لا يريد خروج من أوروبا نعم بنفس الطريقة يريد مفاوضات مع أوروبا تحسن شروط العلاقة بين فرنسا وأوروبا تغيير في خطابها تكتيكي وعلى كل حال هذا التغيير التكتيكي كان مضرنا لها لأنه حدثت بعضاعة في صفوف عناصرها دون أن يؤدي إلى اكتساب عناصر آخرين أما إشارتك إلى أنه خطابة يميني فهو في الظاهر يميني لكن إذا لاحظنا الفئات التي تستدرج تأييدهم فهي فئات غالبا ما يتوجع لها اليسار الشيوعي تتحدث حضرتك عن المناطق الريفية والمناطق التي تبدو أكثر فقرا الحزام ما يسمى بالحزام الأحمر حول بارين وهو كان منطقة نفوذ للحزم الشيوعي الفرنسي لكن أصبح الآن قصما منه يؤيد قصما كبيرا يؤيد مارين لوتن كان الأمر يحتاج إلى تأصيل ونقاش أكبر لكن على حال أشكرك شكرا جزيلا لسيد فيصل جلول متحدثا إلينا عبر الهاتف من العاصمة الفرنسية باريس شكرا جزيلا لك